هذه أبرز العنوين الجيش الملكي يعني انتعاقديه مع نجم الرجاء الرياضي السابق من فريق نهضة الزنمر هكذا تم استقبال الدولي المغربي عز الدين ناحية بعد وصوله إلى اليونان للتوقيع في كشفات فريقه الجديد إلياس بن صغير يعبر عن سعادته بالتواجد مع مجموعة المنتخبة المغربية ويواجه رسالة قوية للجماهير المغربية دور الاتحاد جمال إفريقيا المنتخبة المغربية النسوية الأقل من 17 سنة ينهزم أمام نظره التونسية قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل جرس بشي وصلك دائما أخبار المغرب أعلن نادي الجيش الملكي مساء يوم التلتاء عن تعقده مع نجم الرجاء الرياضي السابق الجناح محمود بن حليب عدما إليه من صفوف نهضة زمامرة في سياق فترة الانتقالات الصيفية الجارية لم يكشف نادي الجيش الملكي عن مدة العقد الذي سيربطه بينه وبين محمود بن حليب إلا أن مصادر رجحت امتداده لموسمين قادمين جاور محمود بن حليب مجموعة من الأندية في البطولة الاحترافية القسم الأول إنوي مثل الرجاء الرياضي وشباب المحمدية كما خاض تجربة الاحتراف خارج المغرب رفقة الأهل البنغازي الليبي الجدير بالذكر أن الجيش الملكي أبرم مجموعة من الصفقات في الملكات الصيفية الجارية بضم اللاعبين من قبيل المهاجمة الكنغولية جويل بيا ولعب أنثباش والجناح يوسف الفحلي كشفت المصادر المقربة من اللعب المنتخب المغربي عز الدين ناحية أن هذا الأخير وصل قبل لحظات أمس التلتاء إلى اليونان لإتمام إجراءات توقيعه مع نادي باناثينيا يوكوس بعدما غدا معسكر المنتخب الوطني بالمعمورة مساء أمس في طائرة خاصة أكدت نفس المصادر في تصريحات أن عز الدين ناحي وقع هذه الليلة على عقد اندمامه إلى نادي لبانانتينيكوس لموسم واحد على سبيل الإعارة على أن يعود صباح اليوم إلى المغرب عبر الطائرة الخاصة للإلتحاق بمعسكر الأسود من جديد استعدادا لمواجهتي القابون والسوتو المصادر ذاتها أفدت أن أولمبيك مارسيليا أبلغ أوناخي مباشرة بعد وصوله إلى اليونان بأن نادي السد القطري رفع عرضه من أجل الحصول على خدماتها مقابل 35 مليون يورو في محاولات الفريق الفرنسي لتني اللعب عن قراره بالإنضمام لبانانتينيكوس إلا أن الدولي المغربي جدد تشبته بقرارها وأكد أنه يرغب في مغادرة أوروبا حاليا وحسب المصادر نفسها فقد دعان أوناخي الأمرين في أولمبيك مارسيليا بعد نهاية الموسم الماضي وقدم المدرب الجديد الذي بعت له بإشارة واضحة لكونه خارج مفكرة الموسم الحالي تم بسبب الضغط الذي مورس عليه من طرف مواطنه المهد بعضية من منصبه كمدير ريادية الذي حاول بت بشدة الطرق دفعه للتوقيع لسد القطري عوض الانتقال لأي نادر أوروبي آخر لدواع مالية بعيدة المصالح الريادية كان روبرتو ديزيريبي مدرب مارسيا فرنسي قد بعت إشارة لدولية مغربي عزد دين أناحي بكونه خارج حساباته لهذا الموسم علما أن اللاعب رفض مجموعة من العروض خلال المركات الصيفية الجاري أبرزها من نادي السلطة القطرية أعلن الدولي المغربي إلياس بن صغير لاعب المنتخب الوطني المغربي عن سعادته بالتواجد مرة أخرى رفقة العناصر الوطنية مشيرا إلى أن الجماهير في المباراة القابون برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 سيساهم في تقديمهم للأفضل قال بن صغير في تصريحات للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة الأجواء كانت لا تصدق في الأولمبيان وحضر عدد كبير من الجماهير رغم أننا لعبنا خارج بلادنا لقد كانت لدينا مجموعة جيدة وهذا ما سمح لنا بالدهاب بعيدا تابع قائلنا كانت تجربة رائعة والأولمبياد البرونزية تمثل لنا الكثير هي فخر لي لأنها أول ميدالية للمغرب في كواز القدم بالألعاب الأولمبيا استطرد بن صغير قائلا أنا صعيد بتواجد هنا المجموعة تتغير بتواجد وجوه جديدة مثل أدم أزنو الذي انضم للمنتخب ومن الجميل رؤية لاعبين شباب يندمجون بسرعة اختسم إلياس بن صغير حديثه بقول علينا التركيز على المباراة المقبلة ومحاولة الفوز بها أريد شكر الجماهير لأنهم يسايدونني في تقديم الأفضل بحضورهم في المدرجات ومن الجيد رؤية العديد منهم في المواجهة القادمة لتشجيعنا إنهزم المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم الأقل من 17 سنة مساء أمس التلتاء بملعب أرينا بضواحي العاصمة التونسية أمام عضيره التونسي بهدفين للا شيء وذلك برسم الجولة الأولى من دور اتحاد شمال فرقيا لكرة القدم لهذه الفئة والذي تحتضنه تونس إلى غية التامش تنبير الجاري وسيطرت لاعبات المغربيات بكامل على مجريات الشوط الأول من مباراة حيث حصلنا على ست ضابات ركنية غير أن النجاعة غابت عنهن مع بداية الشوط الثاني وبالطبط في حضوض الدقيقة التاسعة والأربعون سوف تسجله ياسمين بن كعبية للمنتخب التونسي لتعمد التونسيات بعيد ذلك إلى إحكام سيطرتهن على وسط الميدان مما أربك كثيرا تنظيم الجهجمات المغربية بحثا عن هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في المباراة ستسجل اللاعب التونسي نفسها الهدف الثاني من ضربة خطأ تشارك في دور التحات من إفريقيا للسيدة تقلي من 17 سنة أربع منتخبات هي المغرب تونس مصر تنظانيا كمنتخب ضيف من خارج المنطقة وبرسم الجولة الأولى من الدور أكثر لنهزم المنتخب المصري اليوم أمس أمام مناظره التنظاني بأربعة هدف لهدف واحدة قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل المترجم للقناة